برجح انه المرض اللي هو اجاه مش زي اللي اجاه للطيور الثانية. الطيور الثانية اجاه المرض قتلها يعني تملك منها. اما البراهما انتو عارفين انه دجاج مناعته قليلة. لما تمكن منه وقفونا بعلاج. انه انت تربط طيره هو كتكوت. صراعا هدول انا ربطه هم كتكيت يعني. هم كتكيت. كانوا في الضيضة وجبت الضيضة وفقستوا عندي. ولتهى الحال فيهم. طبعا يا جماعة الخير اخر الاحزان. ليش اطلقت على هذا الفيديو باسم اخر الاحزان. لانه الحمد لله الحمد لله المرض اللي في المزرعة تمكن من الدجاج وموت وقتله. فانا الحقت نفسي وعزلت باقي الدجاج اللي كان مريض في صندوق زي ما شفته في الحلقة تبعت امس. لو ما شفتهاش انا بوصيك انه انت ترح تشوف لانه كثير كثير مفيدة لالك. وانا لازم نحونا عملت هذا الشغلة من اول يوم صار عندي مرض. في حمدي كان لازم انه انا اعزله على السريح في بيت لحال وحال اليوم. اول ما يطيب اراجعوا للبيت. فانا يعني سبحان الله كله هذا ربنا رايد فيه. شوف سبحان الله كل اللي انا فيه هذا ربنا من فوق كاتكو ورايد فيه. فالواحد ما يزعل الاعتراض على حكم الله. طبعا بناشي نطاول عليكم على السريح خلا نشوف اصار في المزرعة واخر الاحزان. وبس وزي ما تعودنا. وانزل تحت واشترك في القناة وفعلنا في جرس الفات والاحزان للسلق الجديد وخلنا وليس جو. خيري الاحزان. طبعا نجمع الخير في الفيديو اللي قبل هذا اخذنا الدجاج وحطناه في البيت. بيت لحاله يعني. فان شاء الله نشوف الحلقة هذي اصار بعد العلاج وبعد عزل الطيور. ولكن خلنا نشوف الثيور طبعتنا وبعد هيك بنشوف ايش صار في الطيور اللي عزلناها. طبعا زي ما شاكين باسم الله ما شاء الله. اهتم العلاج ومية المية. وهذه هي اخر الاحزان ان شاء الله. في الدجاج البرامة. طبعا في منكم كثير كثير رجح انه الوباء ايجاني من الديك ام حمدي. فلس احنا مش عارفين حاجة. ولو ايجاني منه يعني هيو تعافى وتمسل في الشفاء. لو انه اصابوا للمرض هذا. انا برجح انه المرض اللي هو ايجاه مش زي اللي ايجاه للطيور الثانية. الطيور الثانية ايجاه المرض قتلها. يعني تملك منها. اما البراهما انتوا عارفين انه دجاج مناعته قليلا. فما تمكن منه وقلنا بعلاجه. وطبعا اه اللي صدر عليه اللي هو المرض او اعرض المرض. عالسريع روح تحطيك كمان. علاج له نفس العلاج اللي اخده اديك. اه البراهما حمدي. ولكن ماتوا. طبعا هلقيت هنشوفهم. وحنتكلم اكثر. طبعا يا جماعة الخير. خلنا ما اتفقين انه الدجاج البلدي مناعته قوية جدا. ولكن فقدنا. وخلنا ما اتفقين انه مناع الدجاج البراهما قليلة. وانشفها. يعني مع الالاج اللي انا حطيته. اه المناعته قليلة. يعني انشفها والمناعته قوية مات. طب ايش السبب? انا حتى الان مش عارف. طبعا زي ما شايفين هذولا الدجاج اه الهراتي. برضو انشفه زي ما شايفين. كانوا يعطصوا. زي ما شايفين ها. بده اضل واقف. ونشوف هل بو عطصه ولا لا. بس عطس خفيفة. هي هادي اللي جابت للثانين. تمام الثانين شوية. هدي كانت موات على فكرة. وما بس ايش? محبوسين هنا. على اساس انه البط الشباب يحبسهم. فانا بدي اغير اللي هو ما اطرحهم وحطهم في بيت تاني. لانه البيوت عندي كثيرة صارت فاضية بعد ما صار اللي هو الوباء. صار عندي وباء في المزرعة. وانقضى يعني نصف الطيور تبعتي ماتت من الوباء. والمفترض انه هما يقاوموا الامراض ما ماتوا. اه اللي اللي. المفترض انه الطيور اللي يتقاوم الامراض ومنعتها قاوية ماتوا. واللي اه منعتهم قليلة. واحتملية اللي هما يموتوا. انشفوا. فسبحان الله يعني. طبعا ما فينا خسائر هان. خلنا ندخل جوة نشوف اه الارانب. والكتاكيت الشبابي. والسمان. طبعا بعد ما قمت في نقل هوم زي ما شايفين. هذول الارانب ما شاء الله بحلوه بكبره يوم عن يوم. واسم الله عليهم. اللي مكحلة والبنية. وطبعا هذولا الديكين اللي تموا معنا. بسرعة هادا بغلب شوية. هاجد له حل. الديكين اللي تموا معنا. اه من اللي هو الدورة الاخيرة اللي فقست. وطبعا السمان ما شاء الله. اه هادا السمان ضل تقريبا سبع حبات من اصل تسع جواز. كانوا في البيت. هلقيت حشراح لكم اكثر. لاللي مش عارف. زي ما شافين. كنت بس اعمل هيك غاد. طيور مليان ما شاء الله. كله راح يلا. فد أولادي وفداكو. يا اجمل متابعين. تمام. كنت حط السمان في الخزانة هادي. وما كان فيها. اللهم صلى وسلم وزيده وبركة عزيزي محمد. ما كان فيها اللي هو النيلون اللي مشمع. المشمع هذا ما كان موجود فيها. فكانت الدنيا في الليل برد وبرد جامد. فاختر خطرت لي فكرة انه انا كان عندي دجاج هان مع ديك فلفل اللي هلقيت حنشوفه الصار في. كان معايا تقريبا اربع دجاجات امريكي. وقمت في اخذ منهم سلالة امريكي شبابي. وبالفعل كبروا عندي ولكن على المرض معتم. فالاربع دجاجات هدول اجت لفكرة انه انا ابيحهم لانه مش مستفيد منهم حاجة. واشتري بدالهم اللي هو المشمع اللي انتو شايفينه هذا. وبالفعل بيتهم اشترت المشمع هذا. لانه انتو عارفين انه انا في القناة اقتصادي. ومشي القناة على اللي هو منهج. اطعم نفسك بنفسك. يعني انا مش مش حديك ولا اشي من جيبتي. لان اولادي ابدأ بكل قريش. انا بحطه للمزرعة. طبعا كلنا خلنا ما اتفقين انه المزرعة هادي اه كهواية مش تجارة. انا عاملها هيواية مش تجارة. بس ازا صار عندي انتاج من اللي هو الكتكيت بزيادة بتلاقي اني بعرضه للبيع وببيعه. مش انه انا تاجر. لا. ان انا اكتفيت في اللي عندي. وحبيع. تمام. خلنا نشوف ايس صار في الدجاجة. اه العيناء. وام العون المهرجة. طبعا هذي هي المهرجة. ادخلوا ادخلوا هي حجة. ايوا. طبعا هدول كانوا موتين. يعني كانوا موتين موتين. ولكن مع العلاج اه نجيو. وهي مزين شوفين ولا عطسة ولا اشي. الحمد لله بعد ما حططهم القطرة. ولكن كان معاهم تقريبا كمان دجاجتين وديك العون. ففقدناه. كمان يا جماعة الخير باخر الاحزان. اه الحمام اللي احنا عالجناه. بسم الله ما شو الله. خف وصار احلى واحسن. زي من شايفين. هذي هي الهزازة خفت. والهزازة الثانية برضو خفت زي من شايفين. وكمان الحمام اللي مريضة من الانثى اللي ضربتها برضو خفت. وهذا هو الدجاج. اه الاندونيسي. الاسود. اللمبارغيني. طبعا يا جماعة الخير. حانت لحظة اه كشف اللي هو اخر الاحزان. يبدو انه العون مات. وهذه الدجاجة تعافت. ولكن ضيلها اشي بسيط. اه زي مشافين زي ملاحظين عن ماشي تبعيتها. فيها ارتباك. يعني انا شو. فيها ارتباك. اهو وعطس. طبعا هاده هي اخر الاحزان. ان شاء الله. هاده الدجاجة. يا تنشفي. يا ايج. فان شاء الله خير يا جماعة الخير. تمام. خلنا ناخد هذا الذيك. والذيك الثاني. الذيك العون. والذيك فلفل. اه الى مقبرة الفراعنة. على قولة راي. استاذ حمزة. نجمي القناة الاول. زي مشافين. يعني فلفل. سبحان الله. لما تموت الطير بتحسه هيك بتقل وصير وزنه كبير. وحتى حجمه. اه الحمد لله. طبعا اه يوسف اه الادمن رحمة الله عليه قبل يعني ما يتوفف ايام وصى انه ندير بالنا على اديك فلفل. ولكن اشعة اللي هو الظروف انه يعني يموت ويروح ليوسف. شوف سبحان الله. يعني اديك فلفل مع المرض والزعل راح. وهلقيت هو عند يوسف. تمام زي ما شايفين هناخده هيك. والله يا جماعة الخير. اقيل. ما شاء الله يا جماعة. زي ما شايفين هذا هو. طلع كيف مشطط وممطط. يا ما شاء الله. ديش الاشي لما يموت. بصير كبير مش فاهم انا ليش مش فاهم. زي قولت انه بد اخليك بتهرف وتنقط في نفسك. لا عليش كلك يا ريش. تمام بالنسبة للاخوة اللي قالوا لي يا ابو ادم غلط انه انت تحط هانا الثيور تبعتك لانه مريضة. فانا معاك وبوافق وهذا الراي. ولكن انا باحفر جامد تحت. يعني اقل حاجة نص متر بتلاقيني باحفر جامد تحت في الارض. وغير هيك لما اجي حط الرمل بكون كمان مرتفع. فهذا الاشي اللي انتو غابت عنكو. اي نعم انتو صح كلامكو. ولكن انا برضو باحرس انه الوباء ما ينشر. فحناخد هذا الذيك. العون. ما شاء الله طغيري جماعة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طغيري. هاتوحشنا يعون. الله العزيم هاتوحشنا. هاتوحشنا ايامك الحلوة. هاتوحشنا الي هو كل حاجة. تاجمات الخير. اهم حاجة اهم حاجة الواحد ما يزعل على شغلا. كله هدكو مرييش. كله معوض ان شاء الله. طرى ما انتو معايا ان شاء الله هنجيب بدل العون عشرة وبدل اللي هو فلفل عشرة. زي من شايفين ان يكسل المرض الفتاك. فحننقله قبل ما ينقل اللي هو امراض في المزرعة. وده يعني يا فلفل انت والعون حبيبي. تمام? حنبد انه احنا نحطه بالشكل هذا. يا الله قدش هي صعبة يا جماعة الخير بعد اللي هو التربية. انه انت بتربط طير وهو كتكوت. سراعتا هدول انا ربطه هم كتكيت يعني. هم كتكيت وكانوا في الضيضة وجبت الضيض وفقسته عندي. وانتهى الحال فيهم. يلا ربنا يعوض عوض خير. وفي الأول وفي الآخر يعني كله كوم ريش. طبعا انا حطهم عليهم. ولكن خلنا نكمل الحلقة معاكم. تمام يا جماعة الخير? في الأول وفي الآخر كله كوم ريش. الواحد معي يزعال. وووووووووووو. بس تمام في بعض الاخوة قال لي ابو ادم فارجينا النباتات اللي انت دركتهم. فهذه هما يا جماعة الخير. زيون شافين يعني اه ضربوا في الارض شروش. ولو علاوان هيك نبتوا يعني نبتوا هو يعني خضار بسموها مجموعة اللي هو الخضار هذه هي ما شاء الله طبعا الثانية كمان نفس الكلام ما شاء الله هذه النبتة يا جماعة الخير حكيت لكم عنها أنه هي بتدلة يعني هذه بتطلع هيك زي حاجات وبصير نفس النبتة هادي هان بتحت مدلة هيك اكتوف 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 اللي انا اخدت منها هذه هي النبتة طبعا الرجل البطة زي ما شايفين بتنمو وبتعمل زي عرنوس كيف العرنوس يا ابو اعلم عرنوس يعني زي هيكة اشي هيكة كبير وزي هيك بتقول تطلع 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 فانا بروح ايش بقصها فبتنبت من تحت اوراق ثانية فبتضلها ايش بالشكل هذا اللي انتو شايفينه لو انا خليت هتنبت اللي هو عرنوس او شجرة هيك او النبتة تطلع هيك طويل هتوقع منظرها هيصير بشي او ما هيبطل منظرها بالشكل هذا الرائع الجميل طبعا انا عندي كزا واحدة وكزا اللي هو لون في عندي اللي هو اللي مشحبر او مسحب في ابيض والاخضر السادة اللي اتوفي ارجدكو اياها وطبعا هديك مسحب في ابيض او ميش وابيض اكثر من هادي وفيه كمان واحدة عندي غادي بالاخضر هلقيت حنشوفها طبعا هادي هي النبتة اللي بقولكو عنها اسمها اه شجرة العنكبوت انا اخذت اللي هو الابنيات هادي هاي الشرش اذا بتلاحظوا الشرش سواني يلا يعام فوكس يا فوكس تمام هذا هو الشرش يا جماعة اشعارف هل هو بين ولا لأ قمت بقطفها من الشرش نفسه نهان وزرعتها طبعا النبتة كثير 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 روعة وجميلة جدا والمنطقة تبعتها لازم تكون يعني مرتفعة عشان هادي اتدل هيك بشكل حلو وانسيابي وتبين اللي هو الحلاوة تبعتها خلنا نشوف عالسريح هذولة اللي انا برضو دركتهم برضو هدا نجحت وهدا نجحت يعني كيف خد وقطع وحط وازقي عالسريح بنجاح ما بختصرش اللي هو الاشي او ما بصير حاجة يعني دغري بس حطيك وازقي سبحان الله عالسريح بتنمو وبصير لها اللي هو مجموع خضري ما شاء الله تمام جماعة الخير فرجيتكم اللي هو اخر الاحزان وتكلمنا شوية وايش فقدنا وايش اه تم عنا وفي الاول وفي الاخر دعم كل اللي ان شاء الله هنرجع كل حاجة احنا فقدناها ان كان طير او ان كان حاجة ثانية بس هبت اطلع معاكم اليوم ونتكلم شوية ونشوف اخر الاحزان وبنفس الوقت اه يعني اطمنكو هبا يبيب هيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا تنبيه جرس الفاقد عزيزين للسلك الجديد حبابي بتنورش عليكم يوم نبي ابتسامة اكثر ومصط الله عن النبي اذكروا الله يذكركم استغفر الله يفعل لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركة السلام جميع وحب اطلع كمان اشي معاهم ولكن مش عارف بلحق وقاعدين في حمدي والله انضربت يا حمودة حمودة انضرب يا ججعان ما شاء الله ما شاء الله